اشتركوا في القناة كمان اسمها الكامل هو الترازية طفل يسوع والواجه الأقدس بزمن الصوم بزمن الفصح كثير مهم نتعرف على سان تراز متل ما هي دم الثمين هو محور حياتها يعني بدل ما تكون قديسة ماء الورد هي قديسة دم الثمين دم الفادي الثمين ومتل ما القديسة فيرونيكا طبعت وجه يسوع على المنديل هيكي كمان وجه يسوع الأقدس انطبع بحياة القديسة ترازية كانت تشبه حيلا بالورد المنثور والورد كانت هي صغيرة بالتطوفات زت الوروج وكان الورد اللي بتدق بالشوع المقدس تلمه كأنه تخيري تحتفظ فيه وهذا مختصر عن حياتها هي اللي بحياتها اتحدت بالرب يسوع طلعت عالسمها هلأ بتنزل لعنى بقيمة اكبر لأنه عرفت تتحد بالرب يسوع واتحادها الرب يسوع هو كمان تم بالزمن الفصحي والمرحلة المؤلمة بحياتها اكيد هي ساعة اللي قدمت زيتها سنة الـ 1895 محرقة للحب الرحوم واستجاب الرب تلبطه استجاب الرب تلبطه وكانت النتيجة أنه بالجمعة العظيمة فاتت عغرفتها ولقيت أنه بلشت التفدام قالت أنه بهاللحظة بالذات الرب قبل صلواتي قلب قبل تقدمتي وأنا رح فوت بعد يومين عالسماء بتطول هالمدة ولا شوية تدخل الديسيتاريزة بل ما تدخل إلى السماء تدخل إلى النفق المظلم إلى ليلة الإيمان وهنيك بليلة الإيمان بتحس مثل كل الملحدين أنه كأنه الله مش موجود وبتقول بهالفترة من حياتي المظلمة أنا عملت أعمال إيمانية أكتر من كل حياتي يعني اعترفت بإيماني بالنؤمن أؤمن بالسلوس الأقدس أؤمن بالحياة الأبدية وكتبت أن نؤمن بدمها نؤمن بإله واحد فإذا كانت عم بتدافع عن إيمانها بوقت اللي هي كانت فيه بالظلمة وبتقول له للرب يسوع إذا بدك تقعدني عمائدة القطأ لأنه أول مرة بكتشف أنه في ملحدين بين كروك وعم حس مثل ما هني بحسوا إنما خليني أقعد هالمائدة المرارة كان للأبدية تحتى بإسمي وبإسم أخوتي تصرخ لك من هونيك ارحمنا يا رب ارحمنا أرجعنا إليك مبررين بإسمها وبإسم إخوتها مش بإسمها وحدة هي اللي جلست عمائدة الخطأ صلت لألك من هالمكان البعيد وقدت لك ارحمنا يا رب وهالشي أكيده بندرج ضمن روحانية لإديسي تاريزيا لأنه هي قيلت بأحدى نتائج الطريق الصغرى بتقول مش لازم كون صغيرة إنما يجب أن أتناها في الصغر أن أتناها في الصغر يعني أن أصبح لا شيء وبأحدى كمان روحانياتها الحلوة بتقول إن الله هو النار وهو نار الحب بتقول لابد من أن الحب إذا كان هو حب أنه يتنازل ويتنازل نحو العدم هالعدم هو الإنسان هو التاريز وأن يحول هذا العدم إلى جوهره كما تحول النار كل شيء إلى جوهره يعني بتعرفوا بس النار تضرب الحطبة بتبطل الحط بحطبة بتصير الحط بنار وهيكا الرب بس يدخل إلينا كمان بحولنا وليلة العدم هو هالشعور بالمشي ساعتها الله بيصير كل شيء بحياتنا وهيدا اللي اختبرته الإديسة ترازي وطفق أسوع بحياته أكيدة لإخر حياته قالت أنا صرت مشي جسوية ريدويت صرت مشي صرت عدم وبتعرفوا النار بس تلتهم الإنسان ترجعها إلى مكان الأول نار الرحمة اللي هي وبترجعها بترفعها معها وهيكا الديسة تاريزية بعد ما اتحدت بالرب يسوع عرفت سر تنازل الله كان على الصليب تنازلت مثله صوب الألم مش بس هيك كمان اتحدت هوية ونحنا أوقات إذا كنا حطين حالنا على الراف وما بنتنازل مش ممكن نلتقي بالرب يسوع مشان هيك بدنا نقتدي بالرب الذي تنازل ونتنازل مثله تحط نلتقي فيه بالمكان وقالنا منكون بمكان عالي تنازل للرب ما بيرفعنا وضل في بعض عنا هاي فهمته الديسة تاريزية وهيدي اللي عشته الديسة تاريزية وبتقول بالمجيء الثاني يعني إنه بنزولها الثاني بتقول سأنزل سأقمضي حياتي بعمل الخير على الأرض وهيدي الورد المنسور للتحد بالرب يسوع بينزل بقيمة جديدة على أرضنا هوني كل مرة الديسة تاريزية بتنزل تدخل بتعمل معجزة بتعمل شفاء بتعمل توبة هايدي هي مطر الورود اللي حكيت عنه الديسة تاريزية طفل يسوع هي اللي بحياته تحدت بدم يسوع السمين وصارت هي واحد بتنزل على أرضنا بقيمة جديدة أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر